ينضم معنا مراسل العربي فادي العصى من رام الله فادي إذن عدة اقتحامات ومواجهات واشتباكات تشهدها الضفة في جنين وغيرها ضعنا في الصورة سأبدأ بآخر تطورات في مخيم جنين وهذه العملية العسكرية التي ما زالت مستمرة جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية أكثر فأكثر نحن نتحدث عن جرفات لجيش الاحتلال أقدمت على تجريف بنا تحتية في داخل هذا المخيم منذ اللحظة الأولى من الاقتحام ومحاصلة لثلاثة مستشفيات رئيسية هي مستشفى بن سينة ومستشفى خليل سليمان الحكومي ومستشفى الأمل وسط وجود قناصة من جيش الاحتلال على أسطح المنازل اشتباكات مسلحة تسمع بين فينة وأخرى عبوات محلية الصنع تفجر في آليات الاحتلال العسكرية المقتحمة لهذا المخيم عمليا سلطة الاحتلال الإسرائيلي أيضا أقدمت على قبل قليل اختار أحد صحاب المنازل في داخل المخيم بهدمه بعد أخذ قياسات هذا المنزل تقول إن ابن العائلة الذي يبلغ من العمر 19 عاما قد نفذ عملية استهدفت أحد المستوطنين قبل عدة أسابيع وعليه سيتم عمليا تفجير هذا المنزل أو عملية هدمه بعد أخذ قياساته وحذرت العائلة بعد أن اعتقلت والد هذا الشاب قبل قليل فقط في داخل المخيم جنين بأن عليه أن يقوم بتسليم نفسه سلطة الاحتلال أيضا وجنود جيش الاحتلال داهموا عدة منازل في أحياء مختلفة من مدينة ومخيم جنين وسط وجود تحليق للطائرات المسيرة في السماء وكما ذكرنا تجريف للآليات العسكرية وخاصة الجرفات للبنى التحتية للمخيم ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم لم يكن ولم يعد مخيم جنين فقط وعما الذي يقتحمه جيش الاحتلال وإنما هناك مواجهات مسلحة اندلعت في منطقة سيلة الحارثية التي انسحب منها قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات مداهمة واندلعت اشتباكات مسلحة في هذا الموقع أيضا في منطقة جنين قبل قليل فقط أيضا كان جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية واقتحم إلى مدينة طوباس شمال الضفة الغربية بعد أن احتشدت قواته على حاجز تياسير العسكر الذي يفصل هذه المدينة عن الامتداد الجغرافي لها وهو الأغوار الشمالية الفلسطينية الواصلة إلى الحدود الأردنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أيضا الآن يصلنا أنباء عن اقتحام لمخيم الدهشة ومواجهات تندلع في هذا الموقع في المنطقة الجنوبية من مدينة بيت الأحملة تقتحمها جيش الاحتلال وينفذ عمليات دهم لعدة منازل فيها وكذلك أيضا مدينة الخليل التي يقتحمها جيش الاحتلال في هذه الأثناء سلطة الاحتلال الإسرائيلي تعرضت أيضا لإطلاق رصاص عندما اقتحمت مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين في المنطقة الشمالية من محافظة رامالله جيش الاحتلال كان قد اقتحم بلدات وقرى في المنطقة الغربية والشمالية من محافظة رامالله واعتقل عدد من المواطنين بينهم فتاة إضافة إلى تعرض قواته لإطلاق نار كما ذكرنا في داخل مخيم الجلزون الذي ما زال جيش الاحتلال يقوم بعمليات تفتيش بداخله حتى هذه اللحظة أيضا كان هناك مجموعة من الاستهدافات للمواطنين الفلسطينيين في نقاط مختلفة من الضفة الغربية خلال ساعات مساء أمس آخرها شهيدان في منطقة سعير بمحافظة الخليل ليرتفع عدد الشهداء خلال يوم الاثنين إلى خمسة شهداء بدأ الجيش بقتل اثنين من المقاومين الفلسطينيين في منطقة ومدينة قلقيليا ومن ثم ثالث في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وشبين كما ذكرنا في منطقة سعير بمحافظة الخليل الغريب في قتل جيش الاحتلال في منطقة سعير أن الجيش لم تكن هناك مواجهات ولم يقتحم اقتحاما واسع لهذه البلدة وأنما دخل إلى أحد البنايات ومن ثم قتل هذين الشابين وانسحب بعد أن أصبهما بجراح بالغة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهادهما في هذه البلدة وفي القرى المحيطة في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية أعلن عن إضراب شامل وعام سيكون مع ساعات صباح وظهر هذا اليوم لتشيع جثماني هذين الشهيدين كذلك أيضا في منطقة بن نعيم في محافظة الخليل اقتحم جيش الاحتلال المنطقة واندلعت مواجهات أدى ذلك إلى إصابة مواطنين فلسطينيين بينهما طفل يبدو من العمر 14 عاما برصاص جيش الاحتلال في الأقدام ووصفت حالته أحدهما بأنها خطيرة إضافة إلى مداهمات نفذها جيش الاحتلال في مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين في المنطقة الشمالية من محافظة الخليل ومداهمات أيضا في منطقة حسان غربة مدينة بيت الأحمل التي انسحب جيش الاحتلال من معظم المناطق التي ذكرناها حتى ساعات المساء ولكنه ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة في مداهمات ودفع بتعزيزات عسكرية أكثر في مخيم ومدينة جينين مخيم الجلازون في رامالله مخيم الدهيشة أيضا في المنطقة الجنوبية من مدينة بيت الأحم مدينة الخليل وقبل قليل منطقة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة سربات شكرا لهذه الإحاطة المفصلة فادي العصى مراسل العربي في رامالله شكرا جزيلا لك